طلقت في عمان فعاليات المعرض الدولي الثامن عشر للكتاب الذي يحمل عنوان القدس عاصمة فلسطين ويقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية وبمشاركة أكثر من ثلاثمائة دار نشر عربية عالمية من تسعة عشرة دولة وتشارك في المعرض هيئة علماء المسلمين في العراق ومؤسسة البصائر للدراسات والنشر بمجموعة من الكتب والإصدارات والمطبوعات والمجلدات العلمية والشرعية التي تبرز دور المقاومة العراقية في مناهضة احتلال العراق والسعي لبناء عراق جامع ومستقل وموحد ومحرر وبعيد عن الهيمنة والتبعية الحقيقة معرض عمان نحن نشارك هذه المرة الثالثة بعد مشاركتنا في مصر وفي السعودية في المدينة المنورة وهذه هي المشاركة الثالثة لمؤسسة البصائر للدراسات والنشر وحقيقة هنا في هذا المعرض يتميز عن بقية المعارض بأنه تظاهر ثقافية أكاديمية تخصصية شاركت فيها أكثر من خمسمائة دار نشر ومؤسسة نشر في هذا المعرض فهي احتفالية ومهرجان للكتاب يحق لنا أن نقول أن الكتاب يبحث عن قارئه وهو صرخة لدى الشارع المثقف أن الكتاب لا يزال موجودا وأن نكهة الكتاب الورقي تفوق نكهة الكتاب الإلكتروني ومن أهم الكتب والمطبوعات والإصدارات ميراثك في الأرض المقاومة كلمات ومقالات وكتابات في ذكرى الشيخ حارث الضاري والجهاد مشروعيته وأحكامه وضرورته وما ينبغي فيه ومبادرة مشروع العراق الجامع وتقرير لجنة التحقيق البريطانية والدور البريطاني في غزو العراق تأتي مشاركة الهيئة في معرض الكتاب لتؤكد على أهمية الجانب الثقافي باعتباره فعلا مقاوما مستمرا وتوجيهه الوجهة الصحيحة لجمع الكلمة والخروج من حالة التردي والضياع التي تعيشها الأمة الإسلامية ويشتمل معرض عمان الدولي الذي يقام سنويا على العديد من الندوات وحفلات توقيع الكتب في الأجنحة المشاركة والأمسيات الثقافية وورشات في الخط العربي إضافة إلى جلسات حوارية والالتقاء بالعديد من الشخصيات الأدبية والثقافية والعلمية والإبداعية الرائدة على الصعيدين العربي والعالمي اشتركوا في القناة